وسط كل الفرحة دي وحالة من الزخم محمد صلاح خد دوره وكان الحديث مع معظم الجاليات الأجنبية عن محمد صلاح ودور محمد صلاح وإنجازات محمد صلاح اللي محقها طبعا الساعات الأخيرة كلها الآن بشأن بعض البسطات والتويتات اللي بتكتب سواء كان من رامي عباس مدير الكابتن محمد صلاح أو من تغريدات الكابتن محمد صلاح اللي البعض شايفها بالشكل المطلوب ولسه محدش شايف الموقف باختصار باختصار إن من الواضح واللبين جدا إن فيه أزمة بين كابتن محمد صلاح وبين اتحاد الكرة خلينا أقول لكم إن اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هنا بوريدة لفترة اللي فاتت بازل مجودات كبيرة جدا 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 وجهت نظر طبعا بقول ألف سلامة للمهندس هنا بوريدة طبعا لسه عامل عاملها إن شاء الله يقوم بألف سلامة وأكيد الموضوع ده بيتمه بطبيعته بشكل كبير جدا لكن اللي أقدر أرخصه اللي بيدير اتحاد الكرة في هذا التوقيت معلم مهندس هنا بوريدة أنا بقول له هو على الهوى دراج المعلم خلينا أقول لكم إن الأزمة الأخيرة هي حقوق إعلانية حقوق إعلانية أي حد بيبقى ليه حقوق وأي لعيب بيلعب في نادي برة أو بيلعب في نادي جوة ليه حقوق عندها ليه حقوق المنتخبات ليه حقوق الشخص نفسه المين نفسه البطل البطل بتاعنا اللي احنا دايما بنقول ربنا يوفقه دايما كلنا في ظهره وخلق حالة من السعادة الكبيرة جدا اسمه محمد صلاح كل المصريين بيلتفوا حليه حواليه وعايزينه يوصل لأعلى حاجة في الدنيا راجل ما قد بشكل رائع جدا وبقول له ربنا وفقك لكن في الفترة اللي فاتت كلام كتير جدا وشد وجذب محمد صلاح المنتخب ده هيأثر على مستوى الحقوق الماتش الأخير أمام ستوك سيتي مهدفش عشان بيفكر في القصة ليك كلامت يا جماعة كلام كله بتقال على فيسبوك وكلام بعيد جدا عن الواقع تعالي أقول لكم على حاجة اللعيب أي لعيب ليه ثلاث أشكال سعب بيظهر بيهم بدلته أو شكله العادي وده بيبقى قيمة من الحقوق موجود فيها ومنصوص عليها اللعيب معنا دي يعني محمد صلاح مع ليفربول بتشرط ليفربول قصة تانية خالص اللعيب بتشرط المنتخب قصة تالتة خالص احنا مش هنخترع العجلة يعني احنا في مصر أو في اتحاد الكورة المصري مش هنخترع العجلة ولا محمد صلاح هيخترع العجلة ولا وكيل محمد صلاح هيخترع العجلة العجلة باختصار موجودة موجودة ومعروفة اتحاد الدولي منظم كل العلاقات دي منظمها بشكل رائع جدا كل واحد ليه حقوقه نادي ليفربول لما بيكون محمد صلاح بيمثله وبيطلع بالتشيرت بتاعه وبيعمل اعلان ليفربول دي لها نسب مع اللاعب ومع النادي محمد صلاح لما بيظهر بشكله العادي او اللي طلع فيه في اعلان المخدرات اللي هو يحمل اسم محمد صلاح وهو اعلان تطوعي وهو عامله بقراطته متطوع ده اعلان اتحاد الكرة كل اللاعيبة اللي بتلبس شرط منتخب مصر ليها حقوق على اتحاد الكرة والتحاد الكرة ليه حقوق عليه انما الحقوق الاعلانية بتبقى بتاعة اتحاد الكرة اللي عمل الازمة دي طيارة المنتخب وبعض الاعلانات اللي عليها لعيبة المنتخب صورة كابتن محمد صلاح من وراء الطيارة وصورة معظم اللعبة يا ريت يا جماعة تجيبونا صورة الطيارة عدد كبير جدا من اللعبة الصورة موجودة على الطيارة بالكامل فجينا لن مدير أعمال كابتن محمد صلاح بيتكلم وبيقول يا جماعة مش هينفع كده في بعض المشاكل المفاجأة الأكبر ان الكابتن محمد صلاح أكد الكلام وقال ان فيه مشكلة هدية الدنيا وخطبات من هنا وخطبات من هنا والدنيا المفروض تتحل وتهديدات بالفيفا وجهة نظر لو وكيل الكابتن محمد صلاح عنده المقدرة وقف على أرض سلبة من الآخر كان هيهدد باتحاد الكرة أخذ الحقوق اللي هو عايز ولكن احنا عايزين محمد صلاح يركز وأكيد وكيل اللاعب قد التطير قدامنا وأكيد وكيل اللاعب أي اللي اللاعب حاجات طبعا اللاعب يوصق فيه ممكن تبقى فيه حاجات صحة وحاجات غلط الطيارة عليها صور لعيبة كتيرة جدا زي ما انتم شافين وردت جابها من ناحية دي ومن ناحية دي عليها صور لعيبة كتيرة جدا حد سأل نفسه سؤال اشمعنا المشكلة مع محمد صلاح بس ما هم موجود عليها النني وعصام الحضري وبيت اللاعبة كلهم وتريزك كله معظم اللاعبة موجودين عليها هل اللاعبة دول ما عندهمش وكلاء لعبين عندهم وكلاء لعبين هل اللاعبة دول ما لهمش حقوق ليهم حقوق هل المنتخب ملوش على اللاعبة دول حقوق ليه حقوق طبعا فانا اقول لكم باختصار القصة في طريقها للحل وفي جلسات مهمة جدا مع كل اطراف المشكلة اللي اصبحت مشكلة واللي البعض بيصدرها على انها مشكلة كبيرة وهتأثر على المنتخب في المونديال وهتأثر على محمد صلاح ومحمد صلاح ما هدفش في المطش الاخير عشان كده وا 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 يقعد يستغل وينفخ بالنار بين منتخب مصر وبين اتحاد الكرة وبين محمد صلاح لان اتحاد الكرة لما كلم الوكيل قال له ربما يكون ده موكل عندك انت كوكيل لعيبة انما ده ابننا ده رمزنا احنا اللي نقوله اللي انت عايزه لكن في حقوق بتحكم الجميع زي ما قلتلكم محدش بيخترع العجلة هي موجودة والقوانين واللوايح موجودة واللعيب بتشرطي منتخب مصر ليه نظام بشكله الطبيعي ليه نظام بتشرطي فريقه ليه نظام وبعدلكو تاني ليه لعيبة المنتخب التانيين ووكلاءها ما عملوش مشكلة هل وكيل محمد صلاح بس هو اللي عارف في الرولز وقاعد الفيف وبقيت الوكلة ما بيعرفوش هل اللعيبة التانية هتفرط في حقوقها الاعلانية اللي بتساوي ارقام كبيرة جدا انا بقول نهدى لان في خلال ممكن وانع الهوى ممكن وانع الهوى يطلع بيان من اتحاد الكرة اقولهلكم ولو ما طلعش من وانع الهوى هيبقى بالكتير بكرة هيطلع بيان من اتحاد الكرة هيتكلم بشكل واضح مع الاحترام والتقدير للجميع كمان شركة التهيران الوطنية برضو هتطلع وتقول حاجة في النهاية في النهاية صورة صلاحة كبيرة اللي عاملة ازمة هتشال منع الطيار الخلاصة يعني وقت حط الصور عادية ما حدش بيحط حاجة على حد يعني الشركة الوطنية بتاعة تلتصالات مثلا ما بتستغلش حاجة او العكس انما لما يبقى البعض عايز يفكر بشكل تجاري وده من الصلاح بما تكون حاجات من وكيله وكل واحد عارف حقه انا وجهة نظري ان الموضوع بسيط لان لو وكيل صلاح راحل فيفا وليه حق هياخده لكن هل الموضوع توصل لكده؟ طيب وكيل صلاح اتكلم واقنع اللعب بتاعه هل صلاح كان لازم يأكد على كلام وكيله في الشكل العام؟ وهل الموضوع يستحق ان يكتب عليه تويتا للرأي العام كله؟ وهل الموضوع يستحق اننا نكتب ونقول ان فيه مشاكل بالشكل المليان ما ندرش مشاكلنا في الغرف المغلقة كمنتخب مصر واتحاد الكورة ومحمد صلاح في هذا التوقيت هل مشاعر المية واربعة مليون اللي مستنيها المنتخب المصري يأدي بشكل كويس ويشرف بلده يمشي بهذا الشكل؟ ماذا لو المنتخب لم يوفق؟ او محمد صلاح لقدر الله لعب في المنديال لا ميوفق؟ او 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 تعب بقى الناس تتكلم اصنتوا عملتوا مشكلة اصل 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 لأ لازم نفهم الاول نشوف مين صاحب الحق وانا بقول اهو لو محمد صلاح مالوش حق نديله حق سهلا لان ده مش كلام انا ده كلام الناس في اتحاد الكورة بيقولك مش هنيجي على صلاح يا جماعة ده ابننا عارف يعني ايه لما واحد بيتكلم عليه ابنه؟ عارف يعني ايه لما واحد بيتكلم علشان يحل الامور وبقولك ما بالك لما يكون موجود في اتحاد الكورة معلم اسمه انا بريد وما بالك لما تكون المشكلة مع واحد من اعز ابنائه وكلهم ابنائه لكنه محمد صلاح شئنا او قبينا النجم المتوج اللي كلنا دايما بندعيله بقوله لمسك الخشب وبنقراله كل المعوذات عشان ربنا احفظه لانه عمل عندنا حالة من السعادة الكبيرة جدا اللي مش هتنطفي خالص لانه السكن في قلوب كل المصريين عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا الناس بتتكلم على ارقام صلاح الواحد والتلاتين هدف لأ اتنين والتلاتين هدف لأ لازم يجيب اربعة والتلاتين عشان يحطم الارقام لأ ياخد جايزة الجولدن بوي واحدة من اهم ارقام محمد صلاح اللي مش مذكورة في الارقام الكبيرة او في الارقام القياسية اهم رقم عمله محمد صلاح انه وحد مية واربعة مليون مصري محمد صلاح وحد مية واربعة مليون مصري على حبه محمد صلاح عزز الانتماء عند الشباب الانتماء عند الشباب محمد صلاح عززه وكبره كلنا فخورين بمحمد صلاح ومحمد صلاح فخور انه مصر وكلكم مستنين من محمد صلاح الكتير وكلنا عايزين نساعد محمد صلاح بداية من وزير الشباب بالرياضة لاتحاد الكورة لكل الناس اذا كان وكيل اللاعب شايف حاجة غلط نقول له اذا كان حقته صح ياخد حقه الموضوع بسيط انا بقول لكم الاطراف كلها دلوقتي خلاص فيه تجانس فيه تقارب فيه كلام القصة خلاص بتنتهي وبقول لكم انه يكون فيه بعين من اتحاد الكورة هيقول لكن الحقوق واضحة وجهة نظر البسيطة ان اتحاد الكورة ليه حق في لعبته اه وجهة نظر البسيطة ان كل لعبة منتخب مصر اللي معلنة مع شركات تانية غير الشركة الوطنية وشركات خاصة وايا كان بتعمل اعلانات للمنتخب او اتحاد الكورة بياخد صورتهم وهم لابسين قميص منتخب مصر الشرف الشرف اللي بيكون تشريف قبل ما بيكون تكليف شرط المنتخب الوطني اللي بيزين اللعيبة واللي بيخلي اللعيب ليه وزن فرقته مهما كان واللعيب بيتقلوا لما بيكون نجم فرقته ويبسوا لك ده فلان وفلان وفلان لعب منتخب مصر ولعبة منتخب مصر الموجودين في توقيت ده بفضل ربنا من افضل الاجيال سواء اداءا واخلاقا وكل حاج وما فيش اي لعب فيه بيبقى ليه نظرة مادية عشان محدش يحسبها غلط لكن القصة باختصار اذا كان محمد صلاح هياخده تالت وامتلت وجهة نظري البسيطة انك اكبر من كده محمد صلاح وما تحطش نفسك في الاجواء دي اذا وكان وكيل اللعبين او رامي عباس وكيل محمد صلاح اتورت وانا بقولها بالبلد واضح وانا مصلحة الاولى مع محمد صلاح ومع اتحاد الكرة بتاع بلدي ومع منتخب بلدي وباع قيمة اعلانية حق المنتخب لشركة اعلانية عشان تبقى هي اللي بتستغلامها مع محمد صلاح وبالتالي لما لقوا صورته على الطيارة وجنبه اعلان لشركة وطنية او 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 محطوط صورته في الشارع على بانر معين باعلان تاني بتشرت المنتخب المصر وحصل فيها ازمة دي حقوق اتحاد الكرة لكن لو هتضر محمد صلاح انا بقولك اتحاد الكرة مش هيرضيه لو الحقوق دي هتضرك يا صلاح من غير ما هتقول ان فيه مشكلة والله ما هيرضو خالص لكن انت لو ليك ربع حق هنجيب لك حقك كله كله وانا اول واحد هقف واجيب لك حقك لكن هل نعتقد ان اتحاد الكرة بالغباء ده علشان يعمل في التوقيت ده مشكلة مع واحد من اهم نجوم العالم مع واحد حديث الساعة مع واحد سبب سعادة المصريين والجميع مع كل زميله طبعا لكن هو حالة هل ينفع للناس توقعوا بتكتب على السوشيال ميديا ان المشكلة دي معمولة من كذا والناس بتتكلم وعزير رئيس الجمهورية اتدخل ومحمد صلاح اتكلم ورئيس الجمهورية ووزير رياض وشعب بيقولي وده بيقولي ليه 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 ابسط من كده الموضوع بسيط خالص 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 الكصة بسيطة اللي ليه حق عند المصريين ما بيضعش وفيه حقوق وفيه قانون لكن وجهة نظري من كل الاطراف ما كانش ينفع نكتب على الملأ عارف يعني انت لما بتكتب على الملأ بتعمل ايه بتقوم الناس وبتقول للناس ان فيه حاجة غلط واعتقد اللي انت قاصد تقوم الناس وقاصد تكتب وانت كوكيل محمد صلاح نصحته غلط لما قلتول اكتب عشان الدنيا تزبط سيبه يركز سيبه يركز ما تدخلوش في حتة مش بتاعته انت لازمتك ايه انت وكيل لعيب انت اللي بترتب له كل حاجة فما ينفعش تيجي تقول له طريق يمشي منه غلط لو انت ايهله على طريق صح كلنا معاك ولو انت ايهله على طريق غلط كلنا برضو معاك هنحاول نجيبه من الغلط نحطه في الصح ونقفل عينينا كده ونقول له شد حيلك يا محمد واللي انت عايزه هنعمله وده اللي هيعملها باختصار يا رب يكون الموضوع وسلكم ويا رب يكون الازمة بتنتهي زي المعلومات اللي عندي قبل ما اطلع على الهواء ان كل الاطراف بتتكلم وبتتشاور انتشوف المصلحة بقى ايه مش القوانين بقى بتقول ايه والقواعد بتقول ايه والاتحال الدولي لا 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 الاعدة لا خلاف ان مصلحة صلاح هي الاعتبار الاول بغض النظر عن حقوقه مين والتحاد الكرة مش ماسك في حقوقه على قد ما ماسك انه رايح صلاح وصلاح ماشي مع الوكيل لانه ده وكيله لكن يجب على الوكيل انه يكون امين اوي مع صلاح لان حب المية واربعة مليون ما يتقدرش باي حاجة واكتر من المية واربعة مليون ان كل الناس في ظهر محمد صلاح لكن ما ينفعش ابدا اننا ننشر الغسيل كده وما ينفعش ان نكتب على الملأ وما ينفعش ان يبقى موضوع بسيط يتعمله البروباجاند ده كلها ويتكتب كده وكده وفيه مشاكل وفيه 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 واعتقد ان النجاح دايما بيتم ان تبقى فيه مشكلة وما نعرفهاش غير بعد ما تخلص مش يبقى كل واحد بيدلب دله وبيقول رأيه وفيه ناس كتير ما بتفهمش في اللواح والقوانين لكن ما ينفعش الموضوع يتوجه للرأي العام بالشكل ده احنا شغالين في الموضوع وعارفين وعارفين الحقوق ما تبصوا يا جماعة على ميسي وكريستيانو رونالدينه ورونالدو وكل اللعيبة وجاريس بيل وكل اللعيبة الكبار هي الناس دي ما عندهاش لوائح بتحكمها موجودة لوائح هي الناس دي لما بتلعب مع منتخب بلدها منتخب بلدها وتشيرت بلده مالوش حقه ليه هي أنديتهم ما لهمش ليهم هي حاجاتهم اللي بيعملوها بالشكل الشخصي مش ليها ليها بقول لكم اخترعناش العجلة بس احنا دايما بنحب بنمشي عكس الاتجاه الموضوع بسيط جدا ومن وجهة نظري ما فيش مشكلة وكله هيتحل اتحاد الكرة هيتطلع بيان يتكلم فيه والشركة الوطنية هتطلع بيان تتكلم فيها وكل الناس هتتكلم وكل الناس هتقول مش عايزين محمد صلاح يزعل لكن دي حقوق المنتخب ولو محمد صلاح زعلان هنشيل الصورة خالص طب هل ينفع طيارة المنتخب تبقى من غير محمد صلاح لو زعلان محمد أو وكيله خلاص لكن انا مش عايز اشرك محمد كل شوية لكن نصحتي ورسالتي الوكيله مية واربعة مليون عاملين طاقة قدر ودعا لمحمد صلاح بلاش نحطه في حتة عمره ما تكلم فيها محمد صلاح اللي بيعمل خير يعني يعني لربه كتير قوي وبيتبرع للناس كتير وبيعمل حاجات كتيرة جدا وكله بيعمل خير رهيب جدا محمد صلاح اللي دايما بيشارك محمد صلاح اللي بيعمل اعلانات بدون اجر علشان شباب مصر وعشان يعالج الادمان ويعالج 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 محمد صلاح اللي بيعمل حاجات كتير جدا في حب هذا البلد فارجوك يا استاذ رامي يا عباس يا وكيل صلاح كنا صحا لمصلحة صلاح وزا عايز حاجة مش بتاعة صلاح بتاعة اتحاد المصر بتاعة المصرين من عينينا دي هندهالك لكن ما تمشيش القصة بهذا الشكل كل اللي ليه حق ياخده اتحاد الكرة لحق هيدي لصلاح لكن يبقى باين الحق بتاعمين التأسيمة دي والاعلانات دي قصة تانية انما ابدا عمر ما صلاح هيتصدر للناس بهذا الشكل ولا عمر اتحاد الكرة هيجي على واحد من افضل ابناء وكان لازم اوضح لكم الامور وسريعا بقى نطلع تقرير فيقو عن محمد صلاح ونرجع نتواصل واول فقرة حواريه والكابتن علي إبراهيم اشتركوا في القناة